تطور مضامين الرقمية الموجهة للتعليم أصبح تكييف المنظومة التعليمية بالجزائر مع هذا التطور المعرفي الحاصل أكثر من حتمية ومن هنا ترى حتى تزاعة التربية الوطنية مؤخرا فكرة إمكانية تزويد المؤسسات التربوية بلوحات إلكترونية للتلميذ والأساتذة والتعزيز استعمال الكتب المدرسية بصيغتها الإلكترونية للتحقيق هذه النقلة المعرفية وعصر أنت المدرسة الجزائرية ووصول إلى محفظة رقمية منتاة كاملة موجهة للتلميذ والأستاذ مع الحديث حول هذا الموضوع يحضر معي الأستاذ الجامعي هشام صالحي ومصم كتاب إلكتروني صباح الخير أستاذنا صباح الخير بكل مشاهدين الكرام في البداية ربما منتاة حامل لمشروع كتاب إلكتروني رقمي في البداية لو تحكين على هذه الفكرة مثل ما كنت نقول أنه هذا التطور المعرفي بات من ضرورة اليوم نحن كجزائرين نستفادوا منه وكذلك لمعالجة بعض الملفات نحكي عن الكتاب الإلكتروني ويطرح للبعض يقول لك ممكن يكون الحل في بعض الحالات لتخلص مثلا ولتفادي ثقة المحفظة اليوم لأصبحت عبء ماديا وكذا مخاطر صحية على التلميذ في بداية حكينا عن المشروع تاعك كيف وجدتك الفكرة ونرى وصل هذا المشروع وهل هو قابل للتجسيد فيما يخص الكتاب الإلكتروني مدرسي نعم صباح الخير لكل مشاهدين الكرام فكرة المشروع جاءت يعني تقريبا من سنتين لأنه جربنا تطبيقات لمؤسسات ممكن خارج الوطن أكثرها تطبيقات في مجال تألية تألية المحتوى المدرسي قررنا نخوضها التجربة هذه للكتاب المدرسي الإلكتروني الجزائري كان بداية المشروع تقريبا بداية العمل على المشروع كان في شهر جونفي أو فيفري 2019 أول اتصال لنا مع الوزارة كان في شهر مارس لعرض هذه الفكرة لعرض هذه الفكرة مشينا حاليا المشروع علىه وفي بداياته لأنه يحتاج إمكانيات مادية وإمكانيات تقنية المشروع من ناحية المزود وحتى المستخدم أكيد من ناحية المزود ولمستخدم لأنه إذا كان شوية وقت أن نتحدث على ما هو المشروع هذا بالضبط هو التطبيقات للكتاب المدرسي يعني كل كتاب مدرسي يصبح تطبيق إلكتروني يعمل على مختلف الأجهزة اللوحية أو أجهزة الإعلام الآلي وحتى الهواتف وحتى الهواتف مقالة لأنه يكون بصيغة الـ PDF أو الـ EXE أو الـ IOS بمختلف الإشكال حاليا بدنا المشروع عرض المشروع على الوزارة كان للطور الابتدائي لأنه يعني هو الفئة الأكثر تضررا حاليا من الكتب المدرسية هي الفئة التلاميذ الابتدائي تقريبا عرضنا 10 أو 20% من العمل الذي وصلنا له فيما للسنة الأولى ابتدائي للكتابين كتاب اللغة العربية وكتاب الرياضيات في صيغة رقمية تفاعلية طيب لما تحدث عن الكتاب رقمي مدرسي هو ذاته نفس المضامين الموجودة في الكتاب المدرسي العادي الموجود اليوم فقط ينقل إلى صيغة رقمية أكيد في عملنا حاولنا ما نمسوش المحتوى لأنه ملكية أول للمؤلف وثانيا ملكية لوزارة التربية الوطنية عملنا كان تقني بحث كيفية يعني الصور المستعملة والمؤثرات وتفاعل الصور من خلال الدرس كان من إنشاءنا ومن إبداعنا بالطبع لو كان تكون لنا الفرصة راح نبدعه حتى في المجال في مجال المحتوى إن شاء الله وانت أستاذ في نفس الوقت ولديك خبرة طويلة في هذا المجال تشوف أنه من ضرورة اليوم أنه نوصله أو نروحه إلى هذا إلى استغلال هذه التقنيات الموجودة اليوم وهذه الفضاءات الرقمية الموجودة اليوم ليستفادة التلميذ منها قادرين في الميدان أن التلميذ في عوض ما يدرس بكتاب مدرسي أو محفظة فيها ستة أو سبعة كتب فقط يحمل لوحة رقمية وفيها كل هذا الكتب أكيد الجزائر الحمد لله تطور في مجالة عدة نحب أن نزيده في مجالنا نطوره شوية التعليم يقدر التلميذ أنه كبداية ممكن رح يكون الكلفة المادية عالية شوية احنا كتصورنا لفكرة المشروع أنه المشروع يبدأ على مستوى المؤسسات المدرسية يعني يروح تطبيق المؤسسات المدرسية كخطوة أولى لأنه ممكن يكون مكلفة شوية للأولياء يروح للكتاب للمؤسسة التربوية يستعملوا الأستاذ كبداية كبداية في القسم التلميذ يتخلى عن الكتاب المدرسي لأنه التلميذ لديه الكتاب المدرسي ولديه دافاتر الأنشطة دافاتر الأنشطة من الأحسن بيداغوجي من الأحسن الحفاظ عليها في المرحلة الأولى لتعلم الطيق خصوصا في هذه المرحلة نعم خصوصا في هذه المرحلة خصوصا في هذه المرحلة لأنه الطفل لازم يجرب الكتاب لازم يتعامل مع الكتاب حاليا موجه إلى المؤسسات التربوية بالطبع إن شاء الله في مراحل قادمة لما لا كل طفل يكون عنده بدل المحفظة طابلات يحكمها ما في يجيبه من جنب العلم البحث للتلميذ ما هي إيجابيات مثل هذه التطبيقات الإلكترونية تحدثت على الكتاب مدرسي أو مختلف التطبيقات الموجودة اليوم المساعدة للتلميذ سواء في مراحل ابتدائية وحتى في الامتحانات المصيرية ما هي إيجابيات التي يقدر يحملها هذا التطبيق للتلميذ اليوم حاليا الإيجابيات نعتبرها كثيرة بالنسبة للتلميذ أنه أولا نخف عليها وزن المحفظة كل عام نحكي وكامل ناس يعانيوا منها ثانيا جانب طربوي تكنولوجي لأن الطفل حاليا لو سقص لأبنائنا الصغار يتعطي له طابلات أو هادف نقال يروح يلعب يعرفوا للألعاب صحيح نحن حاليا نحاول نوجهوه طربويا إلى أنه هذا الطابلات أو الهادف اللوحي هذا أو الهادف الذكي أنه تقدر تستعمله كيف تتعلم به بمثل هذه التطبيقات راح يكون راح يكونوا تطبيقات موازية للتطبيق إن شاء الله اللي يروح للمؤسسات الطربوية اللي راح يتصب في نفس في نفس المحتوى الدراسي بالنسبة الأولياء اللي يشوفوا فينا اللحظة كثير من الأولياء عندوا هذه المشكلة يقولك حتى لو كانت مطوفرة هذا الوسائط يعني هذه لوحات الإلكترونية حتى الهواتف النقالة الذكية في البيت مطوفرة للتلميذ كيف نممكن يدخل هذه التقافة أو هذه الممارسة في الحياة اليومية للطفل أن يستعملها في إطار التعليم وفي إطار التثقيف هذا الطفل عوض ربما تكون عندها استعمالات أخرى للعب فقط أكيد أولا تحدثنا عن تكلفة المشروع كبداية أنه رح يكون موجهة المؤسسة الطربوية لكن رح يمشي معه إن شاء الله منصات طربوية تابعا الوزارة الطربية إن شاء الله اللي رح يكون فيها تطبيقات متوفرة لتتماشى مع البرنامج الدراسي لكل سنة يدخل ولي الأمر ببساطة إلى المنصة التعليمية ينزل التطبيق اللي رح يقرأ به ابنه تطبيق يكون تفاعلي أو يكون على غير كثير من دول العربية أنه يكون بصفة مباشرة بصفة تفاعلية على مستوى المنصة طبعا هذا تكملة للمشروع حاليا ما زال ما عملناش فيه حتى حاجة رح يكون إن شاء الله التطبيقات يكون وحتى لبعض الأساتذاء شيء هشامي ربما يطرحون هذا الفكة فكة محفظة إلكترونية منتكاملة أو مدرسة رقمية في بعض بلدان العربية ربما سبقتنا قليلا في هذا المجال ومتواجد مثل هذه المنصات أو حتى هذه المحافظة الإلكترونية كمدرسة متكاملة على الهاتف أو على اللوحات الإلكترونية من العائق اليوم في الجزائر أنه نوصل إلى هذا ربما القفز النوعية في مجال التعليم أعتقد أنه العائق ليس تقني وليس نقص الكفاءات العائق أظن أنه عائق قرار لأنه الحمد لله عندنا كفاءات في الجزائر لتقدر تجسد هذا المشروع وحاليا بالمقارنة بالتطبيقات المتوفرة في الكثير من الدول العربية أعتقد أنه المشروع هذا الرائد تقني رح يكون رائد تقني من حيث التفاعل في المادة العلمية إن شاء الله إذا كان القرار صحيح في تجاه هذا المنحة رح نحق الرياضة بإذن الله حتى لو نحكي بشكل عام أستاذنا حتى لو ولي الأمر اليوم يعني يريد استعمال هذه التطبيقات للتعليم أو تدريس ابنه في البيت دائما يلقى أنه معظم هذه التطبيقات تطبيقات ليست الجزائرية وربما تحمل مضامين مدرسية لدول أخرى هنا ربما تأتي أهمية أنه نمشي بعيد في هذا المجال ونخلق لأنفسنا مضامين وتطبيقات تعليمية جزائرية محظة تحمل نفس المضامين الموجودة اليوم في المدرسة الجزائرية أكيد ولهذا قلت من أول حصة أنه المضمون المحتوى يجب أن يبقى ملكية للمؤلف ولوزارة التربية لأنه البرنامج ووضعه خبراء بما يتمشى مع المجتمع الجزائري رح يكون حتى ولو كان تكون تجربة إن شاء الله رأينا الشخصي أنه يكون برقابة من وزارة التربية الوطنية من ناحية المضمون ممكن خلق قنوات تلفزيونية في هذا المجال وليس وما يبقى فقط عبر الأنترنت فكذا لكذا نخفف شوية هذا من التأثير على القنوات الأجنبية هذه والبرامج الأجنبية فبالانتشار في الجزائر يكون تطبيقاتنا الخاصة وبرنامجنا الخاص ومحتوانا الخاص إن شاء الله صحيح وهذا هو الهدف في النهاية كلمة أخيرة ربما لك قبل من ختمه كلمة أخيرة أود أن أوجه نداء للسيد معالي وزير التربية الوطنية بطلب الاستقبال لأنه حاولت ثلاث مرات أو أكثر أنه يستقبل لمناقش الموضوع لحد الآن ما كانش نتيجة عبر قناتكم إن شاء الله نوجه له وحتى هي وزارة وزارة التربية على أكثر من مرة ووزارة تربية على أكثر من مرة حول هذه المسعى لعصنة المدرسة الجزائرية ومشروع طوير وعريض بالنسبة وطموح للمدرسة الجزائرية يدخل لغة إنجليزية واستعمال هذه اللوحات الإلكترونية وحتى نوصل إلى خلق مدرسة رقمية جزائرية متكاملة لفائدة الأساتذة والأولياء وكذلك إن شاء الله هذا آملنا إن شاء الله شكرا لك أستاذ هجام صرحي شكرا لك لحضورك شكرا لكم بالتفيق إن شاء الله